بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيد جدا بكم النهاردة وسعيد أن أشارككم محتوى قوي جدا عن علاج السمنة النهاردة هنكشف لكم تفاصيل لأول مرة ممكن تكونوا بتسمعوها والمعلمات اللي هنده لكم ديت مش هتلاوها إلا في قناتنا لأن هنبنديكم معلومات كاملة مفصلة هنعرف النهاردة مع بعض من الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها إزاي أعرف الوزن الصحي بتاعي إيه هي الأدوية أننا أطباء تغذية في العيادات بنستخدمها الأدوية الآمنة وهنعرف إيه هي الأدوية الخطرة اللي منتشرة بشكل كبير في السوق بتاعنا ومع الأسف ممكن تكون متواجدة في بعض الصيدليات بيتم الترويج لها من غرض المكسب وقد تكون قاتلة وتؤدي إلى الموت هنعرف كل التفاصيل دي بس بعد الفاصل انتظرو ورجعنا لكم مرة تانية خلونا يلا نخش في شكل مباشر بدون ما نقول كلام كتير عايزين دلوقتي نقول مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها من أغلب الناس اللي بتجيلنا في العيادات الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة بعد ما بتمشي دورة كبيرة جدا مع دكتور عظام ويديها المسكينات والمراهم والكريمات وفي الآخر يقول لها انزلي في الوزن طب لي يا دكتورنا يا محترم أنا لقوا قلل هناك أطباء عظام يضعه فوق الراس إنه هو ومجرد إنه يكون عندها وزن بيمشي على بروتوكول علاجي ومع البروتوكول العلاجي يقول لها إحنا السبب من ضمن الأسباب الرئيسية اللي سبب لنا المشكلة إنه إحنا عندنا حملة على العظم والحملة ده مش هيتحالي لما إحنا نزل الوزن بتاعنا فهؤلاء الفئة اللي دائما بتنصح إنه هي نزول الوزن علشان نخفف الحملة على العظم بتاعنا يبقى أول حاجة أول فئة أمراض العظام المختلفة الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة الفئة محتاجة إنها تنزل وزنها نتكلم عن مرضى السكر مرضى السكر إما أنت تنزل وزنك هتبقى دفع قوية جدا إن إحنا بنخفض مؤشرات السكر في الجسم وبنوصله للمعدلات الطبيعية معانا ناس كتير جدا بمجرد إنها تنزل في الوزن بتاعها السكر بيرجع لوضعه الطبيعي وخصوصا السكر من النوع الثاني وهناك أيضا بعض الحالات من النوع الأول بمجرد إن إحنا نزبط نمط الحياة ونعمل نظام غزائي بتنزل في الوزن فبرضو مرضى السكر نتكلم عن مرضى الضغط أيضا مرضى الضغط مرضى تصلب الشرايين وأمراض القلب أو الأوعية الدموية لازم نبقى عارفين إن الوزن الزايد لازم نبقى عارفين إن الوزن الزايد بيبقى حمل على القلب بتاعنا فطول ما في حمل موجود على القلب بتاعنا حتى لو بناخد أدوية القلب مش هنحل المشكلة عشان كده دكتور القلب الشاطر دايما يحول لنا الناس اللي عندها سمنا علشان ترقيا ما بتنزل في الوزن الحمل بيقل على القلب وتبقى دافعة قوية إن إحنا نتخلص من المشكلة يبقى نلخص كده بشكل من الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها أول حاجة مرضى الضغط مرضى السكر مرضى تنصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية مرضى الكوليسترول الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة دي كده أغلب الفئة آخر فئة ممكن أتكلم فيها الناس اللي زايد وزنها عن المعدل الطبيعي واللي هم عرض أن هم يصابوا بهذه الأمراض كنتيجة لزيادة الوزن زي السكر والضغط والقلب وتصارب الشرايين وأمراض الكوليسترول أمراض القلب والأوعية الدموية ده كده بشكل مختصر تكلامنا عنوكم مين الفئات طب يا دكتور إزاي أعرف الوزن الصح بتاعي هناك طريقة سهلة وطريقة نحن نستخدمها في العيادات أو نستخدمها كحسبة تقدر تقول إن هي حسبة نموذجية إن إحنا بنستخدمها في العيادات طب هي الطريقة السهلة إننا نطرح من الطول بتاعي مية يعني يا سيادتك لو أنت طولك مثلا مية وتمانين سنطي إطرح مية يبقى أنت المفروض الوزن بتاعك يكون تمانين أكتر من كده يبقى نقول في زيادة في الوزن أو بداية سمنة وأقل من كده إنه نقدر نقول إن هي أنا حسبة دي الطريقة البسيطة لكن ليست دقيقة ما نيجي نتكلم عن الطريقة الدقيقة اللي إحنا المفروض بنستخدمها في العيادات اللي هي مؤشر كتلة الجسم طب هي يا دكتور أحمد مؤشر كتلة الجسم إن إحنا بنقسم الوزن على مربع الطول الوزن بيبقى بالكيلو جرام ومربع الطول بيبقى بالمتر يعني مثلا أنا طولي مية وسبعين سنتي بتضرب إحنا بنحول سنتي المتر يبقى متر وسبعة يبقى 1.7 1.7 نضربها في 1.7 النتج اللي هيطلع ده يكون في المقام إحنا قلنا الوزن بالكيلو جرام فوق على مربع الطول يبقى 1.7 في 1.7 ده المقام بتاعنا البسط بتاعنا بيكون موجود في إيه؟ بشكل بسيط البسط بتاعنا بيكون في الوزن بالكيلو جرام نقسم الوزن على مربع طول النتيجة لو طلعت بتاعتنا من 18.5% لـ 25% ده الوزن الصحي بتاعنا أقل من كده بيبقى نحافة من 25% لـ 30% دي بداية سمنة ولكن ليست سمنة وبنسميها زيادة في الوزن أو overweight من 30% لـ 35% دي سمنة من الدرجة الأولى من 35% لـ 40% سمنة من الدرجة الثانية وأكتر من كده أكتر من الـ 40% تبقى سمنة مفرطة أو بدانة شديدة يبقى ده كده بشكل مختصر احت تأسيمة بتاعتنا اللي نقدر من خلالها نعرف الوزن الصحي بتاعنا يبقى احنا كده عرفنا مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها عرفنا ايه هو الوزن الصحي نتكلم بقى دلوقتي ايه هي الأدوية طبعا قبل ما نتكلم عن الأدوية من الضروري ان احنا نروح لدكتور تغذية عشان يعدلنا نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغذائية بيراعي فيها المسموحات والممنوعات للمرض اللي موجودة عندك وبيحسب لك عدد سحرات حرارية على حسب طبيعة جسمك وبيديك سحرات حرارية تكون أقل احنا عشان ننزل واحد كيلو في الاسبوع محتاجين ان احنا نقلل من الاحتياج السعر بتاعنا سبعة تلاف سعر حراري كل اسبوع يعني عشان ننزل كيلو واحد في الموضوع محتاج حسبة فاروح لأي دكتور تغذية شاطر كده موجود جنبك او في اي مكان غريب منك اعمل نظام غذائي صحي طب تعالوا اكلمكم بقى على الادوية انا كطبيب تغذية ايه هي الادوية اللي بنستخدمها بشكل آمن في العيادات انا اول حاجة ما حد بيجي لنا العيادة طبعا بعد ما نعمل التحاليل ونتأكد ان هو صحيا مخير بكل بساطة بنسأله ايه هو في نمط حياته بيصعى السعكام بينام السعكام معاد الفطار والغداء والعشاء نوعية الاكل في الفطار نوعية الاكل في الغداء نوعية الاكل في العشاء هل بيأكل بين الوجبات هل بيحب اكل الحلويات هل بيحب المشروبات الغازية واعرف طبيعة اكله ايه ونوعية ويصحى امتى وبينام امتى علشان اعمل تقييم كامل تمام عملنا هذا التقييم الكامل لطبيعة جسمه بنعمل نظام غزائي زي ما احنا قولنا كده متوازن متكامل متوازن من راعي فيه المسموحات والمنوعات يبقى دي كده النقطة رقم واحد تعالوا وقا نخش دلوقتي في الأدوية بسألوا ايه عرفنا بيأكل ايه فالناس اللي أكلها منوع يعني بيأكلوا دهون بيأكلوا كربوهيدريت فيعني نقدر نقول الأكل بيأكلوا من كل حاجة معندهمش مثلا حاجة زيادة بنيديهم حاجة اسمها الشيتو كال الشيتو كال ده كدوى موجود في السوق فيه مادتين فعالة فيه الشيتو زان الشيتو زان ده بيمنع امتصاص الدهون وفيه حاجة اسمها الجيمينا سيلفستر الجيمينا سيلفستر ده نقدر انه هو بنيقول انه هو حاجة بتمنع من امتصاص الكربوهيدريت فهو لو أكله منوع يعني فيه دهون وفيه كربوهيدريت يبقى بكل بساطة بنيديله حاجة زي فيها الشيتو كال اللي بفعل مادة الفعالة اللي هي الشيتو زان والجيمينا سيلفستر عشان نمنع امتصاص الدهون ونمنع امتصاص الكربوهيدريت ده بالنسبة للناس اللي اكلها منوع تمام خلصنا الناس اللي اكلها منوع طب بالنسبة للناس اللي اكلها دهون اكتر بالنسبة للناس اللي اكلها دهون اكتر بنديها حاجة اسمها زينيكال زينيكال في مادة فعالة اسمها الأورليستات الأورليستات ده بيمنع امتصاص الدهون يبقى كده يبقى الأورليستات بيمنع امتصاص الدهون ده بندي للناس اللي بتاكل دهون اكتر طب بالنسبة يا دكتور الناس اللي بتاكل نشويات طب النشويات زي ايه يا دكتور احمد بكل بساطة نقدره للنشويات زياء الرز والمكارونا والرز والمكارونا دي كده بما نيجي نتكلم عن نشويات الناس اللي بتاكل والمحشي طبعا وكل عشي هذي الأشياء ما يكون هو بيأكل منها بكميات كبيرة أوي تبقى دافع قوية بنديره حاجة اسمها الجولوكوزانول الجولوكوزانول ده بنستخدمه في حال الناس اللي بتاكل سكوريات أكبر مع كل الناس ديت ممكن ناخد حاجة اسمها البراند ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتحسسنا بالشبع ناخد منه حبة أو حبتين قبل كل وجه ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتحسس بالشبع ده برضه من ضمن الحاجات الآمنة اللي احنا ممكن نستخدم بس لازم نبقى عارفين من الضروري جدا ما نيجي نستخدم أي أدوية من هذه الأدوية لازم ناخد فيتامينات ايهي الفيتامينات? احنا قلنا ان تلقائيا احنا بناخد حاجات بتمنع امتصاص الدهون في الجسم واحنا اصلا الدهون دي بيدوب فيها فيتامينات معينة طب ايهي الفيتامينات ديته يا دكتور احمد فيتامين اي ودي وي وكي فمن الضروري ان احنا ناخد مالتي فيتامين بيحتوي على هذه الأشياء علشان عشان الناس تجيني والله يا دكتور انا استعملت هذه الدواء التخصيص اللي انت قلت عليه وحسيت برعشة حسيت بدوخة شوية طب ليه بتحس بدوها؟ لان هناك نقص في الفيتامينات كنتيج لمنع امتصاص الدهون في الجسم من الضروري اللي انت لو بتستخدم اي دواء من هذه الأدواء لتاخد مالتي فيتامين يبقى فيه فيتامين ا ودي وي وكي خلاص خدنا حاجة فيها مالتي فيتامين مع احد الاصناف كنتيج لطبيعة اكلنا ده كده بشكل مختصر طب يا دكتور انا بالنسبة لي والله انا عندي سيلولايت او عندي تقدر تقول ان انا بطني عندي ترهلات في البطن ممكن نستخدم اي كريم كمضاد للسيلولايت ممكن ناخد اي كريم كمضاد للسيلولايت ممكن فيه حاجات كتيرة جدا بقى ممكن نستعملها كحاجات طبيعية ممكن نستخدمها بكل امان زي الزنجبيل برضو من ضمن الحاجات الفعالة لحرق الدهون وتحصل لنا من معدلات الايد في الجسم والحرق والتمثيل الجزائي ممكن ناخده على مدار اليوم الزنجبيل ممكن برضو هناك بعض الاشياء الاخرى نقدر نقول مثلا القرفة برضو من ضمن الحاجات الفعالة جدا اللي هي تحصل لنا من معدلات التمثيل الجزائي الطبيعية نقدر برضو نتكلم عن حاجات برضو تكون كعامل مساعد لنا وتكون من ضمن الحاجات القوية جدا اللي احنا ممكن نستعملها تبقى دافعة قوية جدا ان احنا ننزل في الوزن زي مثلا شرط التخسيس الشر اخضر ممكن نستعمله بشكل مستمر ممكن مثلا وليكن فنجان القهوة مرة يوميا يحسنينها يرفع لنا من معدل الحرق وبالنسبة طبعا للتجار بالنسبة للاطباء التجار اللي موجود عندهم ويقول لك لا هذا قهوة ضايت وهو القهوة هي نفس القهوة اللي هو بيشتريها من عنده الدكتور هي نفس القهوة اللي بيشتريها من برة بس عشان دي واخدها من عنده الدكتور دي اتبقى 200-300 او اي امكان او 200-300 او 500 جنيه مصري ومع الاسف واماكن معروفة جدا بس امش هزين نذكر اسماء لين احنا وجدناها ومن انضمن الحاجات المشهورة فلكن اللي انا عايز اقول بكل قوة هديئة ديئة الاهواء ديئة اه تحسن لنا من معدل الحرق لو جبتها برضو من عندك كده وبس يعني يتجيب حاجة جودة عالية وخلاص وبرضو بسير الرخيص برضو هتحسن لنا من معدل الحرق فمحدش يتحك عليك يا اخويا ويقول لك دي اهوة ضايت واستعملها ودية تبقى مبتين وانت بتجيبك 50 جنيه مثلا من المحل اللي جانبك بس حاجة بجودة عالية فمش عايزين نقع في فخ النصر لتجار الادوية فدي كده بالنسبة للحاجة رقم اتنين اللي احنا اتكلمنا فيها بارو تعالوا نتكلم بقى عن ضمن الحاجات احنا كده اتكلمنا من الفئات اللي محتاجة تنازل وزنها اعرفنا ازاي عرف الوزن الصحي التاعي الادوية بنستخدمها في حالة الدون الاكتر بناخد ايه في حالة الاكل المنوع بناخد ايه في حالة السكريات بناخد ايه وقلنا ناخد مالتي فيتامين بشكل عام يبقى فيه فيتامين الف ودال وكاف ليه علشان تبقى دافعة قوية جدا ان احنا نعاوض الفيتامينات اللي بيبقى فيها نقص عشان ما يحصلناش ضوخة او تعب او كده فمن الضروري جدا ان احنا ناخد مالتي فيتامين معاه واتكلمنا دلوقتي نلخص بقى وقلنا ممكن ناخد بعض الحاجات الطبيعية زي الزنجبيل او الارفة اما دلوقتي هنتكلم معاكم عن الادوية الخطر هذه الادوية بنقول عليها فيها ادوية مع الاسف مع الاسف ناس كتيرة جدا في الوطن العربي كله بتستعملها بشراهة كبيرة جدا ومع الاسف يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه الناس بدأت تاخد هذه الادوية بشكل كبير جدا لكن العنايات المركزة اللي الناس بتيجي تاخد هذه الادوية وتتريم في العنايات المركزة ويصلاها موت مفاجئ بسبب هذه الادوية كان لابد ان احنا نتكلم عن هذه الادوية الخطر طب ايه هي هذه الادوية الخطر؟ هذه الادوية بتحتوي على مادة اسمها السيبوترامين السيبوترامين ده من ضمن الحاجات المنظمة الغذاء والدواء الامريكية قالت عليها أن هذه أدوية التخصيص القاتلة يعني أن أنت تستعمل هذه الأدوية ومن باب ترويج تجيبها من على مواقع تواصل الاجتماعي علشان وعدوكم أن أنت تنزل في الوازد هتنزل في الوازد لكن لا تلوم نفسك إما تترمي في عناية مركزة وتموت يعني لا تلوم النقل يا نفسك لأنك أنت اللي مراجعتش للمتخصصين دلوقتي يا جماعة موضوع التخصيص ده المتخصص يتكلم فيه وغير المتخصص يتكلم فيه فإحنا يا جماعة أنا دلوقتي كراجل متخصص جاي أتكلم معكم بديكم بحيادية كاملة عن هذا الموضوع أي حاجة فيها سيبوترامين ابعدوا عنها طب هل هؤلاء يتكلمون عن هذه الأدوية ويقول فيها سيبوترامين طبعا مش هيقول لكم فيها سيبوترامين ما يجي يقول لك هيقول لك ده تحتوي على مادة الكروميام تحتوي على الشيء الأخضر تحتوي على الفيتامين بي تحتوي على التحالب الحمراء وكل هذه الأشياء تفيد في عملية الحارق وتمثيل الغذاء والهدم والبناء وتفيد في عملية الحارق لكن مش هيقول لك إن فيها سيبوترامين مش هيقول لك إن فيها مادة قاتلة طب إيه هي الأدوية المشهورة والمنتشرة بشكل كبير جدا ومع الأسف تباع في بعض المراكز المتخصصة أما أنا أخش مركز متخصص وألاقي فيها هذه الأدوية تباع معنا ذلك ده مش متخصص طب إنت خرقت بنيان على إيه بتبيع الأدوية ديت بنيان على إيه هو يعني مع الأسف إن حتى هناك بعض المتخصصين لا يتحروا صدق هذه المنتجات طب المنتجات ديت زي أدوية أدوية التيربو سلم التيربو سلم والإنة والفيا إنناس والفيا منجا ومش عارف إيه كل هذه الأدوية بلا سيسناء استخدامها نقدر نقول ممكن تترمي في عينها مركزة هناك حالات شديدة جدا بنراها في العينها مركزة بسبب استخدام هذه الأدوية ومعظم الناس بتستخدم هذه الأدوية بتحس الدربات قلبي سريعة جدا ما تلومش نفسك إما تيجي تترمي في عينها مركزة أو تعيش بمرض مزمن طويلة حياتك نتيجة استخدام هذه المادة بنحذر بشكل مستمر ابعدوا عن هذه الأدوية السيبوترامين ابعدوا عننا طبعا الرجل اللي هيجي يبيع لك هتيجي تسأله تقوله فها سيبوترامين مش هيقول لك فها سيبوترامين وحتى مش مكتوب على الدول لأن هذه الأدوية كلها مهربة يعني مثلا سواء كان بتخش مصر أو بتخش أي بلد في أي مكان في العالم بتخش عن طريق التهريب لأنها غير مرخص بها في أي دولة في العالم تباع بشكل عن طريق التهريب فقط ومع الأسف تباع في أحد المراكز المتخصصة ابعدوا عن السيبوترامين ابعدوا عن التربوسلم ابعدوا عن الفيا ايناس ابعدوا عن أي أدوية من هذه الأدوية يرجعون المتخصصين قبل ما تستخدموا هذه الأدوية الأدوية فقط اللي احنا قلناها زي القورلستات والريجي ماكس هذه الأدوية فقط المرخصة واللي يمكن استعمالها وبرضه ترجع للطبيب قبل ما تستخدمها وبكده نكون لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه وقلنا مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها اتكلمنا زي يعرف الوزن الصحي بتاعي اتكلمنا عن اهمية النظام الغذائي اتكلمنا عن الادوية اللي احنا ممكن نستخدمها في حالة الاكل المنوعة وفي حالة الكربوهايدريت الزيادة وفي حالة ما احنا ناكلنا شهوية زيادة وفي حالة الناس اللي بتاكل دهون اكتر وعرفنا الادوية الخطيرة اللي ممكن تؤدي الى نزول في الوزن ولكن ممكن تؤدي لنا الى امراض مزمنة نعيش بقى طول حياتنا وطبعا تؤدي الى سكتات دماغية وجلطات وموجة مفاجئ تكلمنا عنها ونختم كده مع اي حاجة بنتكلم في التخصيص بنتكلم عن نصيحتين اساسيتين بنتكلم عن شرب المية وبنقول ان 70% من الجسم بتاعنا مية بنقول ان 90% من الدم بتاعنا مية اي حاجة بتحط فيها مية بتحط فيها حياة يقول الله عز وجل واجعلنا من الماء كل شيء حي بس بنقول لو انت عايز تنزل في الوزن بنتكلم عن شرب المية كميات مية كبيرة لكن ممنوع شرب المية اثناء الوجبة او بعد الوجبة بنقول شرب كميات مية كبيرة يعني بنقول تلاتة لتل اربعة لتر لكن اكتر من كده ممكن يكون فيه خطر اقل من تلاتة لتر او اتنين لتر ممكن يبقى فيه خطر فهو لا افراطة ولا تفريط بنيجي نستتكلم عن شرب المية ممنوع شرب المية اثناء الوجبة او بعد الوجبة شرب الماء دائما يكون قبل الوجبات نتكلم عن طبق الصلطة خماس الألوان نلخصه بشكل سريع قبل كل وجبة يبقى فيه طبق صلطة خماس الألوان طبق الصلطة خماس الألوان ده فيه اللون الأبيض زي التوم والبصل اللون الأخضر زي الخص والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبعدونس والفجل والرجلة والكابوتشا اللون الأحمر زي البنجرة والشمندر اللون الأصفر زي اللامون والفلفل الأصفر اللون البرتقالي زي الجزر طبق صلطة جميل لذيذ كده يتحط قبل كل وجبة ناكله ده يحسسنا بالشعور بالشبع السريع لأنه فيه كمية ألياف كويسة زايد بناخد منه الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي احنا محتاجينها الناس اللي بتعاني من تساقط في الشعر الناس اللي بتعاني من مشاكل عدم نزول في الوزن طبق صلطة خماس الألوان بننصح عامل مساعد والناس اللي بتبص على أنظمة الرجيم أو الأنظمة الغذائية اللي احنا بنعملها لو بتخلوا من طبق الصلطة لازم يبقى فيها مشكلة يبقى احنا دي اللي بتتكلم مع كل وجبة طبق الصلطة خماس الألوان نحاول نحطه دي كده حاجات في نمط الحياة يبقى قلنا شرب المية مع طبق الصلطة خماس الألوان نقدر نستعملهم بشكل قوي وقلنا اتكلمنا بقى دلوقتي عن الأدوية الخطر خلصناها وبعيدوا عن منتجات التيربوسلم وهذه الأدوية اللي ممكن تؤدي للموت المفاجئ فأسأل الله عز وجل لي ولكم العافية لو عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة اكتبوا في التعليقات ان شاء الله رب العالمين هنجاوب على كل الأسئلة وما لو انت حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة اضغط لايك لو مش عجبك الفيديو اضغط ديس لايك وقلنا سبب نقدك لهذا الفيديو علشان نطور منعدل بشكل مستمر شكرا ليكم كان معاكم الدكتور أحمد عطية دهشان دومتم بصحة وعافية باي باي